ربط مسؤول كردية الاستدافة الأخيرة لحقل كورمورا في السلمانية بزيارة رئيس وزراء العراقي محمد الشعى السيداني إلى ولاية المتحدات الأمريكية والاتفاقيات الخاصة بالطاقة التي أبرمت مع واشنطن وبين مسؤول أن الشركات الأمريكية تريد الاستثمار بشكل أوسع في العراق وبخاصة في الحقل كون غرزه يعد من أجود أنواع المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية وكذلك في تشغيل السيارات والمدافئ والاستخدامات المنزلية وأشار إلى أن الفصائل التي نفذت تلك الهجمات تريد من ولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها وتواجدها من العراق خدمة لإيران وأن تسود حالة من عدم الاستقرار في مناطق الاستثمار الخاصة بالطاقة لإخافة الشركات الاستثمارية الأمريكية والأجنبية كما حدث في مرات سابقة بالإضافة إلى إحراج حكومة السودانية منتصلا بذلك أيضا باستهداف أربيل سابقا ومصادر الطاقة ككل وبالتالي فإن ما يحصل وحصل يتبع إلى أجندات خاصة